حالة طوارئ وتحذيرات للمواطنين من تجنب ارتفاع مناسب المياه هذه هي مجمل ما تمخضت عنه الحلول التي تقدمت بها حكومة عبد المهدي سائرة على خطى مثيلاتها منذ عام 2003 مرة أخرى يشهد العراق موجة من السيول والفيضانات اشتاحت العديد من المدن المتفرقة لاسيما القريبة من إيران حيث تسببت لغاية الآن بوفاة طفلة وإصابة أكثر من عشرة نتيجة سقوط المنازل فوق ساكنها فضلا عن غرق عشرات القرى ونزوح أكثر من 800 عائلة من مناطق البلاد المختلفة مناطق وسط وجنوبي العراق لاسيما واسط وديال المحاذيتان لإيران كانت الأشدة ضرورا بين المناطق العراقية إذ بلغت كمية المياه القادمة من إيران نحو 11 مليون متر مكعب في الساعة بحسب مسؤولين حكوميين منظمة الهلال الأحمر قالت إنها نصبت الخيمة في مناطق متفرقة من محافظتي ديالا وواسط لإيواء النازحين جراء الفيضانات التي ضربت مناطقهم وقرهم إلا أنها أكدت أن جميع الإجراءات التي قامت بها المنظمة والجهات الحكومية لا تنسجم مع حجم الكارثة محافظة صلاح الدين كان لها نصيب كبير من الدمر بعد أن اشتاحت مياه الفيضانات قضاء شرقاط مخلفة دمارا كبيرا في الكثير من القرى والأراضي الزراعية التبعة للقضاء ونزوح عشرات العائلات إلى مرتفعة جبال فضلا عن خروج جسر الشرقاط الرئيس عن الخدمة مناطق وقرى قضاء أبو الخصيب بمحافظة البصرة لم تسلم هي الأخرى من الغرق بسبب موجة السيول الإيرانية واتهم سكان قضاء جانب الإيرانية بالتسبب فيها بعد فتح نهر الكارون صوب المحافظة والذي أدى إلى زيادة كمية المياه المتدفقة نحو شط العرب الحكومة وكعادتها اكتفت بتحذير المواطنين على لسان وزارة الموارد المائية من قدوم موجة جديدة من السيول إلى البلاد قد تضطرها إلى إعلان حالة الطوارئ في عشر محافظات عراقية بحجة أنها الأعنف منذ سنوات منتناسية ما عليها من دور كبير في إيجاد حلول ناجعة تخفف من آثار الأزمة على سكان المناطق المتضررة